إذا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى برلين غدا الجمعة في زيارة تتمحور حول أوكرانيا وسيلتقي بايدن نظيره الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كاريس تارمر وقالت الرئاسة الأمريكية إن هذه الزيارة التي كانت مقررة في الثاني عشر من أكتوبر وتم تأجيلها بسبب أعصار ميلتون ستستمر يوما واحدا وسيتخللها أيضا لقاء ثنعي بين بايدن وشولتس